الجملة أولاً أكتشف أولاً أقرأ ما يأتي ثم أضع العلامة التالية في الخانة المناسبة يعبر الأطفال الطريقة بانتباه المعنى تام الرسم والأشكال والألوان المعنى غير تام البنت الدمية الغرفة المعنى غير تام العصفور جميل المعنى تام ثانياً أكمل بما يناسب مما يأتي بنت العم صالح أوراق الأشجار أمطار غزيرة العسل أخي وأختي فسيحة سناء ورقية الولد غادر العم صالح البيت العسل غذاء نافع بنت العصفورة عشاً ساحة المدرسة فسيحة تساقطت أوراق الأشجار سناء ورقية في البستان تهاطلت أمطار غزيرة أخي وأختي مجتهدان يمارس الولد الرياضة ثانياً أستعمل أولاً أكمل الجمل الآتية ليصبح المعنى تاماً تناول الرضيع حليباً تناول الرضيع حليباً أقلاماً وقصصاً الجد صالح شيخ وقور ثانياً أكمل ما يأتي بما يناسب لأحصل على نص زارت العائلة معرض الكتاب فاقتنى الإبن موسوعة علمية واختارت مريم مجلة للأطفال وفضلت أمي اشتراء قاموس عربي وشر الأب كتباً للمطالعة ثالثاً أوظف أتأمل المشهدين وأعبر عن كل واحد بجملة قدم الولد زهوراً لجده قبل الطفل جده بحرارة ترجمة نانسي قنقر